قدم جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضحايا حادث الحريق الذي وقع في كنيسة أبي سيفين بمحافظة الجيزة وعبر جلالته خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي عن مواساته لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العجل هذا وقد وجه غبطة البطريار بير باتيسيا بات سبالة رسالة تعزية إلى البابة وادرس الثاني بفاجعة حريق الكنيسة وجاء في رسالة غبطته باسم البطرياركية اللاتينية في الأرض المقدسة أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين نعز قداستكم والكنيسة القبطية الشقيقة ونصلي من أجل الضحايا طالبين الرحمة للموتة والشفاء العاجلة للجرحة ومن أجل ذويهم كي يصبروا بقوة الإيمان وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب الإقليمي لفضائية نورسات الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأحر التعازي والمواساة للشعب المصري عامة والكنيسة القبطية خاصة لضحايا حادث الحريق المروع الذي وقع في الكنيسة القبطية في منطقة إمبابا بالجيزة والناتجي عن خلال كهربائي الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا اشتركوا في القناة